التاريخ ما بينساش يا سادة جوه القضاء نفسه زي ما كلمنا عن شعبان الشامي وشريم فاهمي وحسن فريد جوه طيار القضاء نفسه جوه هذه الاسرة ناس بتستقيل اهي شباب كمان عشرة استقالوا ويشتغلوا في المحامات لانهم خايفين يروحوا للعبة القزرة لانهم مدركين ان الصفحات بتتوى والناس بترحل لكن بيتذكر الناس الاعمال العظيمة لبعض الاسماء انا اتذكر انه بعد ما جه حسن مبارك اتفتحت قضايا الفساد لاخو حسن مبارك اللي هو كان اسمة السادات والتوفيق عبد الحي ورشاد عثمان وغيرهم اتذكر انه كان فيه مستشار اسمه حسن عبد الحميد ده كان مدعي عام اوكيل نيابة ده كان يقف المحكمة في قضايا رشاد عثمان يجلج للمحكمة بخطب رنانة وعظيمة وكنا بنحفاظها انا واحد من الناس كنتم بحفاظها الحقيقة ما عافش ليه بس كنتم بحفاظها يعني حسن عبد الحميد بعد كده طلع انه هو حاجة تانية خالص يعني طلع له مشاكل تانية كتير جدا في الفساد الغرض يعني انتهى حسن عبد الحميد لكن انا واحد من الناس هنا صغير كنت اعرف اسم المستشار محمد واجد عبد الصمد واعرف اسم المستشار يحيى الرفاعي واعرف اسم المستشار ممتاز نصار واعرف اسماء مستشارين كتير قوي كنا نتغنى باسماءهم وكنت على حق لان حتى هذه اللحظة في حلق النهاردة في 2019 بنذكر هؤلاء القضاء رغم انهم ماتوا رحلوا زي ما بنذكر الجعارات اللي موجودين دلوقتي لكن يبدو ان طيار القضاء لازال جوا ناس قويسة انا اناشد هؤلاء الناس اللي داخل طيار القضاء او الاسر القضائية دلوقتي اتقوا لها لانه احمل الزند الحقيقة اوسخ من انجبت مصر في تاريخ القضاء النهاردة مرمي في الزبالة وسيذكر التاريخ ان احمل الزند اسوأ شخصية التحقت بمجال القضاء اذا كان حسن فريد عنده فضايح في الامارات واحمل الزند عنده فضايح في الامارات نسيتها الناس فاحمر الزند وحسن فريد تسببوا في اهلاك ارواح بريئة فانا ارجو بس من القضاء الشباب او حتى الشيوخ الصفحات بتخلص وبتتقفل ولا يبقى الا موقفك العظيم ضد السلطة وزي ما ذكرنا المثقفين العظماء بنذكر ايضا القضاء العظماء بكرة يبقى عندنا رسالة تانية لناس تانية بنفكرهم بس ان الصورة بتاعتك وانت صغير ايوة انت الطفل ده ايوة الملامح دي اللي عملها فيك الزمن ايوة انت جبرت كده وحصلت جواك تحولات ايوة في الاخر خالص هتقفل الالبوم ده وتروح هتروح بقى باللي عملته كسبت ما كسبتش لكن هيبقى على الارض اعمالك العظيمة خلونا نطلع فصل ونكمل حالا